موسيقى موسيقى رجعنا لحضراتكم مرة تانية منوارنا دكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار الإسلامية جامعة القاهرة أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أهلا بك خلينا كده نقول لأنه نصبنا من سياحة الدينية الإسلامية قليل جدا حظها مش حالة وخاصة أنه إحنا عندنا مساجد أعتقد يمكن حضرتك طبعا عارف أنه عندنا كمية مساجد رهيبة تواريخ مختلفة حضرات مختلفة وفيها قصص وفيه حكايات ليها كتير جدا وممكن يبقى فرصة كويسة جدا رمضان أنه أخواتنا العرب الخليج المغرب العربي يجنى في الفترات رمضان وتبقى فيه زيارات الناس دي صالت على رويح في الأماكن دي يحصل فيه بقى في الساحات اللي بره صحور تحصل نوع من تبادل الثقافة وزي ما بيقولوا إيه صالونات ثقافية مختلفة يعني ممكن يحصل سياحة حلوة جدا في رمضان في مصر وخاصة رمضان غير في مصر ونجذب فيها عدد كبير من السياحة وخاصة مش بس بكالة مسلمين بكالة مسلمين وعرب بشكل عام اسمحي لتكلم أقول لحضرتك احنا يمكن أصحح بس معلومة لا السياحة الدينية عندي وبالذات الأثار الإسلامية بخير وخاصة في الأونة الأخيرة في كم سنة الأخيرة اللي هم هقول أربع خمس سنوات الأخارة مشكورة وزارة السياحة والأثار طبعا المجلس الأعلى للأثار وقيادات المجلس الأعلى للأثار قد إيه الاهتمام بالأثار الإسلامية وعلشان كده حضرتك احنا بنشوف دلوقتي تطوير لمناطق الأثار الإسلامية وخاصة هنقول مدينة الكاهرة يمكن مدينة الكاهرة هي يمكن العاصمة وأكبر وأكثر مدينة فيها أثار إسلامية على مستوى جمهورية مصر إنما مشكلة الأثار الإسلامية وبالذات في مصر إنها جوة أو بداخل المناطق السكنية مش عايزة أقولي العشوائيات عشان ما حدش يزعل آه في عشوائيات ازدحام على الأقل بالذات فالدولة دلوقتي مشكورة كل الجهات المعنية بتحاول تعمل تطوير إبراز زي ما حضرتك قلتي إبراز الأثار عايزين نوري للعالم كله مش الإخوة العرب والمصريين بس لا العالم كله وفي السياحة ولله الحمد شغل دلوقتي على كل الشوارع كان يمكن الأول أن نقولي منطقة الألع ومنطقة السلطان حسن وابن طلون لا دلوقتي في شارع شارع الضرب الأحمر في شارع الصويبة في شارع المعز في شارع الجمالية الشوارع التاريخية والأثرية اللي في مصر لا على إبداع حضرتك بعدما الدنيا يحصل تطوير وترميم وأنا عارفة أن الموضوع الدولة ماشية على قدم الوسيقى في الموضوع ده هنروح طب إحنا مصريين حتى هيروحوا بيروحوا حضرتك يمكن إحنا بس ده اللي أنا عايز أقوله يعني منصبين بس في شارع اللي هو شارع المعز يلا بينا لا أنا بقول للإخوة المصريين والإخوة العرب بالذات بقى رمضان كريم كل سنة وأنتوا طيبين مش شارع المعز هو اللي في القصار شارع المعز فيه ما يقرب من 22 أصار إنما فيه شارع الجمالية جنبه على طول فيه شارع جنب القلع السلطان حسن والرفاعي شارع باب الوزير امتداد يعني المناطق ده حلوة ده مش ك أنا يعني معلشة هقول آه ده فيه كمان منطقة اسمها أرفت أو صحراء المماليك اللي آه كانت جبان إنما دلوقتي تزدان بالأصار الإسلامية لا الأصار الإسلامية وبقرر تاني بدأنا أو بدأت الدولة مشكورة المجلس الأعلى يمهد الطرق وأيضا الخدمات اللي بتساعد على وجود السائح سواء كان مصري أو عربي إن يزور هذه الأماكن طيب خلينا نبتدي كده من حيث الأهمية مساجد مصر مش عايزين نتكلم على مسجد محمد علي ولا بلاش نتكلم على الأسامي الرنانة اللي احنا عارفينها خلينا ندخل على في مساجد تانية ممكن تكون بنفس الأهمية بس احنا للأسف شديد معلوماتنا فيها ضح والله نجي للافتتاحات الجديدة يعني احنا شفنا برضو في السنة دي نصح التعبير وأواخر العام الماضي تم افتتاح يعني كلمة افتتاح لا انتهاء ترميم وتأهيل بعض من المساجد الأسارية عندنا جامعة الزهر بيبرس اللي في حي الظاهر اللي بالقرب طبعا من ميدان العباسية عندنا دولة معالي رئيس الوزراء افتتاح قريب من حوالي شهر أو شهرين صور مجرى العيون الأساري الإسلامية مش مساجد وجوامع لا كمان منشآت اقتصادية منشآت اجتماعية ومشابه ذلك صور مجرى العيون مع حسن بابليون الحسن اللي دخلوا عمر بن العاص تمام بالنسبة للجوامع شارع المعز تم الانتهاء من ترميم وافتتاح مسجد من أجمل رغم أنه صغير من أجمل المساجد مسجد الأقمر اللي بيرجع إلى العصر الفاطمي 519 هجرية كثير كثير جمع الحاكم بأمر لا وده احنا بنعتبر بقى جوهرة الجوامع اللي موجودة في شارع المعز والبقية تأتي لان برضو فيه ترميم شغال وداخل القلع آخر أثر يمكن تم افتتاحه كأثر ديني هو مسجد سليمان الخادم المعروف خطأ عند العامة باسم مسجد سارية الجبل وكمان الأسبوع اللي فات تم افتتاح يعني برجين ودول من أشهر أبراج قلعت الجبل برجي الرملة والحداد وجاهزين للزيارة الأبراج دي كانت عبارة عن يعني أماكن مهجورة والناس تمشي من جنبها والناس تشوفها طب احنا عايزين نطلع نشوف الأبراج نشوف ازاي المناظر نشوف كانت ازاي الأبنية العسكرية وده من أيام صلاح الدين الأيوب وأخوه السلطان الملك العادل فيعني لا فيه أماكن بيتم افتتاحها وإن شاء الله هنشوف بقى خانقا لأن احنا عندنا الأثار الإسلامية بالمناسبة عشان السادة المشاهدين يعرفوا متنوعة الأسماء احنا عندنا مسجد عندنا جامع عندنا مدرسة وعندنا خانقا كل اسم ده لي معنى لي معنى وكل ده أثار إسلامية لا قلنا معنى احنا هنخلص ده ونروح على طول على فتح الإسلام لكن خلينا نروح كده للفارق ما بين الجامع والمسجد المسجد هو المكان المخصص للصلاوات اللي هي الصلاوات الخامسة فقط لغير مفهوش منبر يبقى لا يوجد فيه صلاة جمع ولا الصلاة العيدين ولا الترويح ولا التعجل لا يقوم فيه صلاوات الترويح إنما أنا بتكلم هنا المنبر المنبر هنا الصفة صلاة الجمع وصلاة العيدين يبقى في الحالة دي ما يبقاش جامع اسمه مسجد تقوم فيه كل الصلاوات طيب الجامع لا تقوم فيه كل الصلاوات بالإضافة إلى صلاة الجمعة يبقى بداخله المنبر ده المسجد والجامعة تبنيج للمدرسة المدرسة انشأت منذ العصر الأيوب على إيد صلاح الدين الأيوب علشان كان الحكم الذي كان موجودا قبل ذلك هو الحكم الفاطمي الشيع المذب الشيع فتعاملت المدارس لتدريس المذاهب السنية واستمرت بقى المذاهب السنية الأربعة واستمر نظام المدرسة ده بعد نظام الشيعي بالضبط ومملوكي إنما بنقول مدرسة أنا كنت قريب أول مرة في المسجد الأزهر تبني أصلا في العصر الفاطمي في العصر الفاطمي شيعة وكان منارة الشيعة في أيام الخليفة اتحول إزاي لسنة لما جاء سلاح الدين الأيوبي وقضى تماما على الدولة الفاطمية الشيعية وقام بالدولة الأيوبية تم إغلاق الجامع الأزهر وأبطلة الصلافي تماما طوال العصر الأيوبي اللي هيفتحه بقى من سلطان من سلطان مصر في عصر دولة الممليك السلطان الملك الزهر بيبرس اللي هو صاحب الجامع اللي احنا بنقول عليه في حي الظهر ده روّقه ورممه على يد واحد من أمراءه الجمال اسمه أيضمر ويه أيضمر الحلي وبدأ يجدد الجامع وأصبحت الصلاة التي تقوم في الجامع صلاة سنية بقى ومن ساعة السلطان الملك الزهر بيبرس والكلام ده كان سنة 665 هجرية 1264 ميلادية إلى وقتنا هذا والأزهر هو منارة مصر هو الشعاع طيب حدثت قتلي مسجد جامع مدرسة الرابع الخنكة الخنكة وليه كلمة دي احنا مشاركة الخنكة ده مكان لإقامة المتصوفين كلمة دي أصلها ايه برضو كل ده فارسي كل ده لأن المناطق دي كلها من أسيا الوسطى والمماليك جايين من هناك وصلاح الدين من شمال العراق من الأكرار يعني كلمة دي في إيران معروفة دلاتي معروفة كله لأن كل ده من أسيا خنكة ودي مكان مخصص لإيواء المتصوفين آكل شارب نايم على جوز الخنكة كله ما بيخرجش إلا أوقات معينة وبتكون صوفي الصوفي فقط لغير زاهد لحياة الدين الخنكة بالمناسبة طوال العصر الأيوبي والمملكي في العصر العثماني بقت اسمها التكية هي نفس الوظيفة بس اختلفت اللفظ بقت عثماني بقى تكية دي اللي كانوا بيعملوا فيها المواد رحنان لا مش هيا هي نفس الوظيفة بس هنا التكية لإقامة يبقى الصوفي بقى اسمه الدرويش إنما بقى المواد الرحمن لا مواد الرحمن والحاجات الجميلة اللي بنشوفها في رمضان دي ظاهرة في كل الجوامع من من العائلة العلوية اللي عمل حكاية التكية دي اعتقد حد من أولاد محمد علي لا التكية أصلا موجودة من أيام من قبل محمد علي بقول لحضرتك من أول ما العصماني آه تكية وعندنا تكية كتير أول موجودة في مصر فهي كانت مفتوحة للغلابة للغلابة وللمساكين بس هي أصلا للتصوف اللي هما درويش مش موجود دلوقتي كده لا لا ما فيش الكلام ده احنا بس اللي موجود دلوقتي العادات الجميلة اللي احنا بنشوفها قالوا وهي استمرارية موائد الرحمن اللي احنا بنشوفها بقى جامع عمر بن العاصر لكن مفيش حتة اسمها بالاسم ده محمد علي باشا الناس تتصوف مع الدخول بقى محمد علي باشا والأسرة العلوية والعصر الحديث مفيش حاجة دلوقتي اسمها التكية طيب خلينا بقى نروح لدخول الإسلام مصر نعم انا مش عارفة ليه احنا طبعا عارفين الأقباط كانوا يعني زي بتقولي يعني تم تعذبه مشاكل كبير جدا عد رومان وعارفين انه الأقباط لما جيه الإسلامية دخل مصر فتحت البقى وبرلا عن سرعيها وكان فيه ترحيب كبير جدا سواء بعمر بن العاص او بعمر بن خطط يعني سيدنا عمر بن خطط خلينا نتكلم على انه لا الموضوع مش كده حكينا بقى هو مش يعني هاجي للبداية 284 واتمنى ان كل مصري يحفظ التاريخ من 284 الى 305 كانت مصر تابعة او خضعة للحكم الروماني العاصمة روما وكان الامبراطور هو ديكليديانوس ديكليديانوس ده واسني وأقباط مصر مساحيين وبالتالي تم تعذيب زي ما حضرتك قلت المصريين وبالذات في مقر مقر القداسة المركوسية بمدينة الاسكندرية تعذيب شديد جدا لدرجة انه كل كتب التاريخ قالت ان الفترة دي من 284 لـ 305 كان يعرف باسم عصر الشهداء عصر الاتهاض مما جعل اجباط مصر الدينيين والاهالي والمتمسكين بالعقيدة بتاعتهم ان يهاجروا ويهربوا وبقول يهربوا من مدينة الاسكندرية ويتوجهوا الى الصحراء الغربية ويتوجهوا الى بلاد الصعيد وعلشان كده احنا بنقول ينزلوا بعدوا عن مقر الحكم فيه كاف الشيخ القديسة دميانة تعذيب تعذيب جدا ومعها رجعين شهيدة بعدوا تماما عن العاصمة الاسكندرية وعشان كده واحنا ماشيين في الطريق الصحراوي اللي هو رحين اسكندرية وبالذات عند منطقة واد النطرون بنشوف يفرد جميلة جدا الى دير الانبا مكار الى دير الانبا بشوي الى دير السريان اربع اديرة من الاديرة الجميلة الحلوة اللي تبنت بسبب لان هنا بقى بنقول ان مصر عرفت نظام الرهبنة بسبب هذا الاتهاد ووصل اجباط مصر وهروبهم مش واد النطرون بس الى صعيدة مصر لدرجة ان اتخذوا بعض المعابد المصرية القديمة معابد اجدادهم ونعد البر الغربي وبنشوف معبد الملكة حد شبسوت المشور بايه بالدير الدير البحري فدي البداية اللي هيحصل ان مدير سانت كاترين مبني برضو على قديسة كاترين هيجي بقى امبراطور اسمه الامبراطور كوستنطين وده في القرن الرابع الميلادي بقى ده هي بقى التحول هنا بقى هيحول العاصمة من روما الى بيزانتا ويغير الاسم من بيزانتا على اسمه الى الكوستنطينية القرن الرابع وهيعترف بان المسيحية هي الدين الرسمي طيب الدولة هيبقى اسمها الدولة ايه نسبة اللي بيزانت الدولة البيزانتية عشان كده احنا بنقول لما فتح الاسلام مصر على يد عمر بن العاص وهو قادم من بلاد الشام وبالمناسبة كان معاه اربع تلاف مقاتل وماشي محازيا على ايده اليمين البحر المتوسط لغاية ما دخل مصر كان الحكم في مصر ايه تحت الحكم البيزانتي ما نقولش الحكم الروماني ليه لان هراكل او هاركليز دي ما بيقولوا طبعا كان بيحكم منين من الدولة البيزانتية اللي هي عاصمتها الكوستنطينية اللي بالمناسبة لما هيدخلها المسلمين العصمانيين هيتغير الاسم من الكوستنطينية الى اسطنبول اذا اسطنبول هي الكوستنطينية هي بيزانتا فهي يبقى الحكم اسمه الحكم البيزنطي لأن روما هتفضل العاصمة الدينية وبيزنطة الكسطنطينية هتبقى العاصمة السياسية وعلشان خطر اسم العاصمة يبقى الدولة اسمها الدولة ايه؟ الدولة البيزنطية طيب للطهات زي ما حضرتك قلتي كان موجود مع دخول المسلم الله الديانة المسيحية هي الدين الرسمي لكن اختلاف المذهب اجباط مصر كان مذهبهم طبعا هو المذهب المينو في ذتي السيد المسيح له طبيعة واحدة عليه السلام اما الطبقة الحاكمة سواء كانت الرومانية اللي هتبقى البيزنطية كان المذهب الملكاني اللي هو السيد المسيح عليه السلام له طبيعة تايني وعشان كده حصل حروب بقى يعني حصل اختلاف المذهب بقى حصل الاختلاف المذهب للطهات موجود وساعد عمر بن العاص لانهما سمعوا عن الاسلام خير سمعوا عن الدين الاسلام خير وعلشان كده رحبهم وساعدوا اجباط مصر ساعدوا عمر بن العاص وجيشه في اقتحام وافتتاح والاستلاء على اقوى حصن نقطة حصينة موجودة في مصر القديمة وهو حصنة بابليون اللي احنا بنظهره دلوقتي اللي عند الكنيس الكنيسة المعلقة وكنيسة ماري جيرجيس يعني تاريخ جميل جدا تاريخ مصر رائع وان شاء الله ان شاء الله يعني في القريب العاجل مع افتتاح حصن بابليون ان شاء الله هيبقى في صوت وضوء وهيبقى حاجات جميلة كده لكل الزائرين مصريين يعني رمضان المفروض ان يبقى بيحط خليف السيحة في مصر نتبنى يعجلوا بقى وتبال حاجات دي في رمضان والناس تستمتع يعني صوت وضوء دي فكرة هل يعني ده لنا نمى الى علم ان شاء الله ان هيبقى في صوت وضوء جنب البوابة الرئيسية بتاعة حصن بابليون بحيث ان يبقى حكاية جميلة جدا صوت وضوء كيف دخل واقتحم عمر بن العاص حصن بابليون لدرجة ان البوابة الرئيسية بتاعة حصن بابليون دلوقتي اسمها بوابة عمر بن العاص وعشان كده الحلقة جاي احنا هنتكلموا على المينيا وانه كان فيها عدد كبير من اولياء الله صالحين الصحابة بقى زينا بيقولوا البقية البهنسة اللي هي بدينة البهنسة لان طبعا الجيش الاسلامي بعد ما استولى على مصر القديمة بعد كده هيروحوا يفتحوا الاسكندرية العاصمة وعانى عمر بن العاص بصراحة لان العاصمة لان كانت فيها تحسينات بيزنطية كتيرة ولما استولى تم تأسيس مدينة الفستات وتم تأسيس جامع عمر بن العاص الجامع الجميل اللي احنا بنفتخر اول جامع في مصر واول جامع في افريقيا وبالتالي هتنتشر بقى الجيوش الاسلامية الى الجنوب لغاية ما توصل الى بلاد النوبة جنوب مصر طب احنا كمان عندنا بيوت رائعة الجمال ليه علاقة بالعاصر الاسلامي او بيه علاقة بحضر الاسلامية قولي كده البيوت دي زي السحيمة وعادة كبير من البيوت ده مش السحيمة احنا عندنا لو جبناها بقى من البداية يعني عندنا في شرعة هنقول شرعة المعازمة فيه قصر جميل جدا اسمه قصر الامير بشتاك ده بين الاصرين وبيتزار وحلو ومترمم لو بتعمل في افنس وبيتعمل في احداث وبيتعمل امسيات ثقافية يعني هي الدولة مشكورة لوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومصور الثقافة بالضبط بيعمل امسيات ثقافية جميلة في رمضان يعني اتمنى ان الاسر تاخد ولادها كده وتروح كده يعني نفتر هادي شونه ده شايف الفطار بالضبط كده وترويق الاعصاب ويشوف السكن الناس كده بتسكن ازاي في البيوت دي تلت طوابق الاستقبال لكن فيه تكييف وينفاش تكييف بص حضرتك كل ما تخش من مكان الى مكان فيه ملقف الملقف ده هو التكييف ملقف رباني وعارفين اتجاه الرياح بتجي ازاي وكانت يهى مهندسين عباقرة وفنانين لن يكون البناء لا لازم اسس ومهندسين واسس المية ومدروسة عند اختيار اي بيت واي اثر يتبنى عشان اتجاه الابلة علشان كده حضرتك خش كانوا بيهتموا في البناء باتجاه الابلة طبعا اتجاه الابلة خش اي اثر من الاسلامية في مصر وليس في القاهرة هتلاقي اللي داخل يصلي وقف مظبوط انما المساجد الحديث او في بيوتنا يمينا قليلا لكن في البيوت دي بيعرف عندنا بيت السحيمي عندنا قصر الامير بشتاك عندنا بيت الكريتلية بيت عبدالقادر الجزار والحداد وعندنا بيوت كتير قوي عندنا ثلاث بيوت جميلة جدا خلف الجمع الاظهر زينب خاتون الست وسيلة وبيت الهراوي وعندنا بقى الاصر الجميل بقى اللي احنا بنزوره كله وانا سعيد جدا المدارس والبرعم الزغيرة بتزوره اصر المانيا الاصر البرينس محمد علي ومكونات الاصر الجميلة مصر الجميلة ده حصل فيه احتفالات كبيرة برضو جدا مناسباته مازالة ومازالت يعني من الحاجات الحلوة طيب خلينا نروح برضو تاني للمساجد بتاعتنا وحادث اتكلمني عن الحاجات اللي يمكن مش مشهورة يعني مسجد مساجد اللي لسه كمان ما ترمي لان انا سمع على فكرة وانا اتمنى ان حداك تعمله خلاص العصر البرينس بتاع الشباب اكتر ما بقولش يقعود قدام تريفيزيونات السوشال مات باعوا يعود السوشال مات نعم لحياة فيه شباب واعت وهيل ومعهم لغة كمان ان هم بيقدروا يترجموا بعض الكتب المعنية بالاثار بتاعتنا سواء اسلامية او غيره وبيتكلموا عن المساجد بتاعتنا وبيعملوا جوالات فيها وبعد الاحيان بيروحوا حتى الاماكن اللي بيتمنوا هنا هيتم ترميمها وفي حاجات عبقرية في حاجات رائعة في حاجات دلوقتي خلاص دخلت دخلت وانا يعني شرف لي ان انا عدو في اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية خلاص دخلت حيز الترميم وفي حاجات بتترمم وهيتم الافتتاح قريبا جدا انا هدي بقى كميدان مشهور وجوامع مش مشهورة ميدان القلعة جنب السلطان حسن ورفع دول مشهورين والقلعة فيه ثلاث جوامع هناك خلاص بيتم الانتهاء من ترميمهم جامع اسمه جامع المحمودية وده من الفترة العثمانية اللي هو بقى قلم رصاص وورا مدرسة خلاص احنا عرفنا كلمة مدرسة هي مدرسة وجامعة مدرسة وجامع الأمير كان يباين رماح أمير أخور وده اللي مرسوم على المتين جنيه يعني يا دكتور حبث اسمه زي طب انا هقول لحضرتك المتين جنيه طلعوا المتين جنيه المتين جنيه بتاعتنا موجود عليها الجامع ده المتين جنيه بتاعتنا مدرسة وجامع الأمير قاني باي الرماح ده اسمه أمير أخور ده الوظيفة بتاعته حضرتك في فترة الممليك كان هناك السلطان وله مجموعة من الوراء في خدمته اللي بيخدمه في الملابس اسمه الجمدار اللي بيخدمه في السلاح اسمه السلاح دار اللي بيكتب له الكاتب اسمه الدوضار المسؤول عن شراب السلطان اسمه الساقي اللي اللي حاجات كتيرة جدا فده أمير أخور يعني ايه أمير أخور المسؤول عن مركبات السلطان اللي استبلط الخيل الملكية وبرضه بقول تاني ده مرسوم على وديه مأزنة طلعوا المتين جنيه اللي بيشوفونا طلعوا المتين جنيه هيلقوا المأزنة برصين وده حاجة جميلة ندرة 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 أننا شوف مأزنة برقصين بكمتين وده موجودة في عصر السلطان الغوري لأن هذا الأمير كان أيام السلطان كان سوء الغوري ده احنا بنقول في سنة تسعمية وتمانية عن القرن العاشر الهجر السبتاشر الميلادي وبالمناسبة السلطان الغوري عمل في الجامعة الأزهر مأزنة برقصين فدي سمة من سمات احنا فعلا بيقال عنينا من ألف مأزنة والألف مأزنة ده بيقلل قوي من روحنا لا احنا اضطر من ألف مأزنة لو هانا عد بقى يقولك بلد الألف مأزنة لا احنا اضطر من ألف مأزنة الحاجة التانية بقى الجامعة التالت يعني اسمه قانبي أي الرماح أميرة خور خلاص ده مبلوك جاركاس جنبي على طول جنبي ضرب اللبان مدرسة وجامعة صغيرين حلوين قوي اسمها مدرسة وجامع الأمير جوهر اللالة وتخيل حق جوهر اللالة وده كان أمير من أمراء مصر في عصر دولة المملك الجاركس برضه هنخش في القرن التاسع اللي يجري الخمستاشر الميلادي جوهر اللالة وظيفة مرب أبناء السلطان لدرجة أن احنا لما نفتكر الأوبريت بتاع الليلة الكبيرة رغم أن هي بعيدة عنه لما بنقول سيطة لسوئة بص اللالة ايوة بس دي كانت انا فكرها يعني عشان الريب لا ده بالجنب السيدة زينب يعني كان لسه مسميها الاسم ده بالضبط طيب ولا تزال هناك السوئة اسمها سوئة اللالة موجودة بس محدش عارف بأنها معناها تربية أخبار انت سألتين فانا بجاوب لحضرتك الجوامع اللي الناس مش عارفاها يبقى دول في الميدان وبيتم تهيئة الميدان نمشي في الشارع شوية الأثار غير المعروف في شارع الدرب الأحمر في شارع التبانة امتداد باب الوزير فيه جامع هناك بيت رمم وهيفتتح مفاجأة مفاجأة وزارة السياحة والأثار المجلس اللي على الأثار محضر مفاجأة الجامع ده رهيب جدا من حيث الزخار جامع الأمير الطنبغة المرداني اللي اسمها كلها مملكية الطنبغة المرداني حداك كنت بتذكر الكلام ده في الجامعة ده شغري بس حداك حابب قوي الموضوع جدا وبتتكلم فيه بالمناسبة يعني حتى أنا بقولي لولاد الطلبة حبوا الأثار الأثار هيديك كل اللي انت عايزه حب ألمك ألمك هديك كل اللي انت عايزه لا وهتخالي الناس تحبوا طب قولي تاني عملت كده كلمة الطنبغة يعني فح يعني ايه فح لا فح لا المرداني نسبة لمردين بلده لأن الممليك منين الممليك أصلا من منطقة أسيا الوسطى اللي هي الجمهوريات المستقلة دلوقتي عن الاتحاد السوفيتي سابقا وعشان كده أنا عايز أقول لحضرتك بالمناسبة إحنا عندنا دلوقتي السياحة للآثار الإسلامية روسي كتير قوي 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 جاية منين؟ من أسباكستان من كازاخستان من تطرستان من المناطق دي كلها ليه؟ المناطق دي كانت الله بيجي منها الممليك أصبح دلوقتي بتوع كازاخستان أول ما ييجوا يقول له عايزين نروح فين؟ عايزين نروح جامع السلطان الملك الظاهر بيبرس اللي في حي الظاهر اللي ترامل على أساس ما مليك؟ هو أصلا من كازاخستان طيب أوس باكستان يجي يقول له احنا عايزين نروح أثر إسلامي عملوا مهندس من بلدنا مئاس النيل اللي في جزرته الأثار الإسلامي مئاس النيل وده أقدم الأثار المتبقية الإسلامية تبليه جماعة قال لك أصل المهندس اللي عمله أحمد بن محمد الحسب ابن كثير الفراغاني من أسباكستان بص فرغانة فرغانة من أسباكستان بس بص الناس دي عارفين تاريخها طبعا وبيدوروا على أصولهم كانت فين؟ روحي بس حضرتك جامع السلطان بيبرس وروحي حضرتك المئاس يوميا بيجوا من أسباكستان استمتعوا وعشان كده لما تم افتتاح بعد الترميم جامعة الزهر بيبرس ده للأسف للأسف كان في حالة يرسلها مياه جوفية وراكدة وروائح وكمامة وبتاع وبالتعاون مع الكزاخستانيين تم ترميم هذا الجامع وأصبح دلوقتي قبلة للزيارة لكل السياحة اللي جاية من كزاخستان احنا عايزين مدارسنا يعني بصوا يعني بصوا الدكتور بيحكي على أنه الناس بتدار على أصولها والعلماء اللي كانوا عايشين في أسطوهم وراحهم أو خارجين من بلدهم وراحهم زي أسباكستان وزي كزاخستان يعني بيدوروا عليهم احنا عايزين ولدنا مدارس في رمضان إن شاء الله يتعب الرحلية إن شاء الله رحلة مرة واحدة إن أولادنا يشوفوا المساجد دي هتبقى طفل كتير إحنا معنا تقريب باللوقتي حسازنا حضرتك حاجة بقى تانية خالص شرم الشيخ حضرتك عارف أنه شرم الشيخ بلد مدينة الأمن والأمان هي خادت فعلا جائزة ذهبية كأفضل مدينة آمنة في العالم وست لواء أركان حرب الدكتور خارج فودا خاد جائزة رجل العام من منظمة أفاسو هي منظمة أفرو أسيوية فتعالا نشوف مع بعض الاحتفالية دي ونرجع نكمل كلامنا تقيم شكرا شكرا حصلت مدينة شرم الشيخ من أيام قليلة على جائزة أفاسو الذهبية للوجهة السياحية الأكتر أمانا في العالم وده كان بعد التصويت بالإجماع لشرم الشيخ من قبل اللجنة المختصة كمان كان تم قبلها التقييم الاقتصادي وتقييم خط التنفيذ السياحة المستدامة وإجراءات الصحة والسلامة بالمدينة مدينة شرم الشيخ مدينة لها سحر خاص وطابع خاص جدا بيعشاء السياح فيها شواطئها ومياهها الصفية والشعاب المرجانية الموجودة بيها كمان متميزة جدا بوجود أنشطة السحراء ورحلات السفاري وده اللي بيخلي الزوار تستمتع بجمال السحاري وبدوا مصر أثناء إقامتهم في المدينة دغل أسوأها ومنتجاتها ومنتجاتها السياحية والمطاعم العالمية الموجودة بيها انشاء آه تم إنشاء رجعنا لحضراتكم مرة تانية أنا سعيدة بوجود دكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية جامعة القاهرة طيب يعني عندنا كذا حاجة هنتكلم فيها أولا أحدك بتقولي تقنين السعاد أنا متخيلة تقنين السعادة ما يكون يبقى من أيام مصر قديم ساعة العمل لكن لا الموضوع اللي حكي التقنين ساعة العمل في رمضان يعني احنا كل سنة وحضراتكم طيبين احنا دايما حتى لما تبدأ بقى في رمضان يقولوا بس العمل هيبقى بدل من الساعة تمانية هيبقى الساعة تسعة طب والمرواح لأن الناس لازم تراوح بدل عشان تلحق تجيب الفطار لولادها من اللي ابتدع ده أول ظاهرة لتقنين ساعة العمل أحمد بن طلون المعروف أن أحمد بن طلون هو مؤسس الدولة الطلونية في مصر الكلام ده كان سنة 868 ميلادي عن القرن التاسع أحمد بن طلون كالعادة لازم يبني العاصمة اللي هي مدينة القطائع ولازم لازم يبني الجامعة هو ده المعروف إن عاصمة وجامعة طيب هو بيتابع الجامعة بتاعه فجأة كده راح يمكن قرب المغرب قبل المغرب كده ما يدن ولقى العمال شغالين فمسك رئيس العمال قال له الله الناس دي إمتى هتروح إمتى تجيب أكل تفطر لولادها لا الناس دي على طول وقت صلاة العصر تروح علشان تلحق تجيب أكل ومن ساعة ده كلام ده في رمضان الكلام ده في رمضان وعشان كده الجامعة لما نروح نزور جامعة أحمد بن طلون في النص التأسيسي هناك بعد آية الكرسي والكلام الحلوة تحت كده مكتوب إيه تم افتتاحه أمتى في شهر رمضان سنة خمس وستين ومائتين افتتح وإحنا عندنا أثار كتير اتفتحت فيه شهر رمضان أول هو جامعة أحمد بن طلون سنة متين خمس وستين هجرية الموافق سنة تمنمية تسعة وسبعين ميلادية كويس قوي كلام ده طيب وده يودينا برضو للمساجد اللي تم افتتاحها في رمضان كتير على فكرة اللي تم إنشاءها في رمضان احنا عندنا هنقول بالترتيب الزمنة كده هيبقى جامعة أحمد بن طلون الجامعة الأزهر الجامعة الأزهر طبعا جوهر السقلي وده قائد الخليفة المعز لأن المعز كان في بلاد المغرب العربي وبالتحديد تونس الحالية جو أسس مدينة القاهرة الكلام ده برضو بنقول السنوات عشان السادة المشاهدين تسعمية تسعة وستين الموافق تلتمية وخمسين هجرية يعمل العاصمة وبالمناسبة العاصمة كانت مصورة زي كومباوند كده هيبني جوها القصر الأول ويبني جوها المقابر اللي هي مقابر الزعفران وبعدين يبني الجامعة بعد ثلاث سنوات أربع سنوات ادى الإشارة بقى للقائد الأعظم جوها المعز قال له البلد مستنياج بالعاصمة بالمدينة بالمقابر بالجامع الجامع تم افتتاحه ووصله فيه في رمضان الكلام ده إمتى سنة تلتمية واحد وستين هجرية لما جاء الخليفة المعز لدين الله شوفوا حضرتهم من تسعمية تسعة وستين يعني هنقول بدأ يبني فيه تسعمية وسبعين سنة واحد وسبعين تم الافتتاح مع قدوم طبعا المعز إلى مصر في مسجد كتير قوي كمان اتفتحت في رمضان عندنا جامعة جميل جدا وغير مشهور في الشارع عشان جدا بقول لحضرتك أنا عندي محور رهيب جدا وجميل جدا وكله مقاهي كلمة بالمناسبة المقاهي والجلسات بعد الفطار دي ظاهرة إسلامية الناس بعد ما تصلي صلاة صلاة الترويح وتريحك تروح تشرب الشيشة وتشرب الأهوة على الأهوة المنتشرة في شوارع القاهرة الشارع اللي بقول لحضرتك شارع امتداد باب الوزير منطقة الضرب الأحمر هناك برضو في جامعة اسمه الجامعة الأزرق الجامعة الأزرق ده ده الوظيفة بتاعته إنما هو اسمه إيه جامعة الأمير أكسونكور وأكسونكور ده كان ساكي عند السلطة يعني إيه الوظيفة بتاعته الأزرق ما أنا هيقول لحضرتك هو الأمير اللي انشأه أكسونكور وده كان في سنة كام كان سنة 747 معلش التواريخ حلوة 747 هجرية الموافق 1346 ده في عصر دولة المملك البحرية أكسونكور ده كان وظيفته الشراب ساكي للسلطان بتاعه اللي هو النصر محمد اتهجر الجامعة ده وترمم بعد كده في القرن الثمنتاشر في الفترة العثمانية اللي رممه واحد كده ما شاء الله مشهور عثماني اسمه إبراهيم أغا مستحفظان عمل الكسوة بتاعة القبلة كلها بالبلاطات الخزافية الزرقاء عشان كده وده زي جامع في اسطنبول اسمه الجامع الأزرق عشان كده الناس الأجانب لما بتجي مصر هي زارة الجامع الأزرق واول ما يجي لو سمحت وديني الجامع الأزرق فيزوره إنما هو جامع مين الأمير أك صنكر ده تفتح في رمضان سنة 747 هجرية عندنا بس ليه دلالة فكرة أنه بيتم فتتاح المساجد في رمضان عشان كده حضرتك عن اللهم يعني يعني يعمل لهم جدول كده حافظهم يعني غريبا الحاجات اللي تم إن شاء في رمضان ده حاجة برضه جميل يبقى عندنا الأزهر وعندنا في العصر المملوكة هو جامع جامبي بقى اللي أنا قلت عليه جامع الطنبغة المرداني لحكاية ده ونحن نسيبه مفاجأة للمشاهدين عشان لما يجوا يزوروا بعد الافتتاح إن شاء الله لأن مليان مليان أصل الأمرياء دول حاجة كبيرة أنا لما أكون أمير وساكة عند سلطان ده أحيانا من استعرض المسجد بقى طبعا بيبني بقى هو غني من الأغنياء في دولته ومن خطورة الوظيفة سواء كان جشانكير معلش بقى هنقول بقى الأسماء جشانكير المتزوق بتاع الطعام اللي هو السلطان قبل ما يأكل ده الوظيفة بتاعته طبعا بيبقى أمير بيدوق الطعام قبل ما يأكل الجشانكير قبل ما يأكل السلطان خوفه اللي يكون في الطعام شيء شوفي بقى حضرتك أحيانا الجشانكير والساقي بيكونوا قريبين أول من السلطان ده هم طبعا رائبة السلطان عشان كده بيجوزهم بناته الطنبغة المرداني ده ليه بس هم يعني مقامهم كبير يعني درجة بيجوزهم طبعا ده أمير مش برينتس لا أمير يعني بنقول قائد ده بيكون أتابك عساكر والآخر وإنما وظيفته هي وظيفة الساكر لدى السلاطين فده برضو تبنى في على أساس المقرب منه بيقول معي ما يفعش يبقى مني يعني لازل يبقى مني يتلقى أقول لحضركي بقى اسم تقيل كمان عشان سأل أنا مقصد جدا بالأسابي ده أنا بالعبط بيحنا يعني صارع بي جنب جمع أحمد بن طلون ودي بينا في الخمسة جنيه لو طلعنا الخمسة جنيه كده وبشوف فيها جمع أحمد بن طلون على الخمسة جنيه وراء على طول وبينا في لقطة الخمسة جنيه قبى كده ومئزانة من العصر المملكي احنا دايما حتى أنا أقول لهم ميزوا القصار أو صورة من مأزانها لو شفتوا شكل القلة أو الشكل البصل القلة المقلوبة يبقى ده من العصر المملكي في مدرسة وراء بن طلون اتعملت في رمضان بتاعت أمير اسمه الأمير سرغاطمش 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 الجمدار وده كان جمدار يعني كان مسؤول عن تجهيز ملابس السلطان حاجات جميلة ويعني رائعة ممتعة ومصر حلوة طيب مسجد الحاكم بأمر الله وخاصة نحن نتكلم العصر الفاطمي كل التقوص اللي بتحصل من حاجات حلوة في رمضان بنعملها سواء حتى أكلات الفنوس كل ما يخص كلها فاطمية حالي نتكلم عن الحاكم بأمر الله الحاكم بأمر الله برضو لو رجعنا له طبعا هو أول ما يقابلنا في شارع المعايز من جهة باب الفتاح وحنا داخلين بقى من فوق من الشمال تخيل حضرتك احنا معنا صور ويعني ممكن هبقى وريها في حلقة قادمة للاستاذ المشاهدين جامع الحاكم كان في حالة يرسل أنا شوفتها بعيني وأنا أياما كنت طالب في الجامعة وكنا بندرس أطلال وليس جامع أطلال جامع الحاكم بأمر الله كان داخل إيه لي خلي مسجدي يتم إهماله يعني ما عرفش رغم إن إحنا يعني اللي ما بيصليش طول أسبوع لا يجي يوم الجمعة يصلي صورات الجمعة ويبقى أعرف مسجدي يعني تخيالي لما قبل توصل للمرحلة وما سجد تنة هنا يعني دي في الساق يعني أنا بحكي نحضرتك بالزبط سنة 74 74-75 لما بيتارل حواليها مناطق عشوائية مثلاً كان أنا آسف في الكلمة كان الصحن مقلب للزبالة أنا شوفته وكان فيه مبنى كان الأول بقى أول مدحف للفن الإسلامي أيام عباسها أيام الخديوة وتوفيق وهو الآخره وأصبح مدرسة حتى كان اسمها هنا فاكر اسمها مدرسة الصلاح دار لابتدائية المشتركة أو ابتدائية هيجي بقى طائفة البهرة اللي احنا بنشوفهم ومع الدولة وأيام الرئيس الأسبق اللي يرحمه أنور السادات هيتم بقى هدم المدرسة وبناء مدرسة بجامع وفضلوا يطوروا ورجع الجامع برونكو الجميل اللي من ساعة ما بنا مين العزيز بالله أبو والد الخليفة الحاكم يا والدني عسن والده مش هو أكمله الحاكم وعشان كده نسبة نسبة بالحاكم الجامع ده من أجمل من أجمل ومن أكبر الجوامع والمجلس الأعلى الأسر بقوله مشكور أن يرجعه بهذا الشكل وطبعا أنا بالمناسبة حضرتك والسادة المشاهد محدش يقدر يمدي إيده في ترميم أسر إلا بإذن إلا بلجنة دايما واللي بيرمم المصريين إذا كان هناك أي مساعدات مادية أو مالية من جهات أخرى ما تبقاش بتتدخل في عميات الترميم لا يمكن كله مدرسة مصرية اللي بترمم هذه الأسر فجمع الحاكم يعني الحاكم بأمر الله اللي تولى في سن مبكرة كان تقريبا عمره 11 سنة عشان كان فيه أوصياء عليه في الحكم اللي هو زي برجوان وكانت ليه شخصية يعني تاريخه كده فيه تناقض الخليفة الحاكم بأمر الله إنما لو برصيه يعني رهيب والمئزنتين تخيالي بقى المئزنتين بتوع جمع الحاكم دول من العصر المملوكي القواعد فاطيمي من أيام الحاكم بأمر الله إنما حصل زلزال في مصر كان زلزال مروع رهيب جدا في سنة 1302 أيام دولة الممليك في 1303 النصر محمد اللي كان موجود عمل إعادة ترميم المقازن بتوع جمع الحاكم على يد أمير من الأمراء وكان اسمه بيبرس الجاشنكير والنص بتاع الزلزال ده تخيالي موجود فين مجموعة ألوون اللي هو مجموعة أبو يعني لما نشوف حتى النص بتاع المئزنة المئزنة بتاعة مجموعة ألوون نحن بنقول أشهر مجمع ومجموعة في مصر بين القصرين في شارع المعز هي مجمع ألوون اللي هو أبو النصر محمد النصر محمد اسمه محمد ابن ألوون تخيالي على المئزنة مكتوب إيه أمر بتجديد هذه المئزنة أنا حفظها أمر بتجديد هذه المئزنة المباركة مولانا السلطاني الملك النصر محمد أو النصر محمد وذلك عند ظهور الآيات المنزلة وسقوط عليها عند حدوث الزلزلة في شهور سنة سلاسة وسبعه لا نعرف عن الزلزال ده حاجة غير لما قرينا لا فيه كتب طبعا المقريزي قال والمؤرخين كلهم قالوا إنما يوجد نص الزلزال على عمارة إيه الأثار الإسلامية بتاعتنا دي ده وصائق وعشان كده بنقول من ضمن الوصائق الأثار بنتكلم على العلماء الحقيقة لأنه برضو إحنا عندنا يمكن الإعلام والفن بتاعنا والدراما مقصرين في الموضوع ده إن عندنا قصص العلماء مسلمين مش بتكلم عن مستوى مصر مستوى العالم نعم كانوا بيعرف الدين لنفسه وبيقرف الفقه والتشريعات وغيره لكن كان عالم مثلا فيما وراء البحار عالم بيقول لك ابتدوا الساعة دي من حيث انتهر علماءنا نعم حاجات كتير جدا ولازم إحنا عشان شبابنا يعرف إنه العلم ده حاجة لازم تحطها الراس ولازم كلنا نبقى متاجهين في ده العلماء فخلينا الكلام على العلماء المسلمين وإزاي الأوروبيين ابتدوا من حيثهم انتهى شوف يا حضرتك بداية العلم والعلماء أنا هارجع لوارى خالص ده فترة العباسية يمكن هارون الرشيد والمهدي والخلفاء كلهم حتى احنا بنقول عصر النهضة الإسلامية عصر النهضة الإسلامية الدولة العباسية وخاصة المرحلة الأولى في الدولة العباسية خرج إلينا كثير كثير من العلماء في الطب وفي الهندسة وفي الرياضة ووالآخره تخيل حضرتك ومعظم الكتب ده قلب البحر ده في كتب معمولة على إيه اللي جوى البحر يعني تعيزي محتاجة غواصين ده هنقول في كل أنواع المعرفة وفي الساعات وفي الاسترلاب استرلاب اللي احنا بنقول عليه البوصلة دلوقتي الكتب دي وبعض منها على فكرة كان فارسي لأن الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس ما ننساش لأن أبو العباس السفاح الاتجه الأول إلى إقليم خرسان عند أبو مسلم الخرساني ومن هنا جات جم واسسوا الدولة العباسية في بلاد العراق تخيالي بقى الكتب ده تعيش 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 لغاية القرن الـ 14 اللي هيجي منها إيه النهضة الأوروبية النهضة الأوروبية قامت على إيه قامت من ترجمة الكتب هيبقى بقى مش الدولة العباسية الدولة العباسية والدولة الفاطمية وطبعا هم بيتعمدوا أن هم يتمصوا كل ما بنوا هم عليه نروح كده نزور أي دولة من الدول الأديمة بقى سواء في روما سواء في لندن سواء في باريس هتشوفي هناك عناصر زخرفية في الكاتدرائية وفي الكناء عناصر الزخرفية مستوحى من العناصر الزخرفية الإسلامية فده بنقول إيه حتى إحنا عندنا بند كده وفرع في الأسار والفنون الإسلامية بنقول إيه تأثير الفنون تأثير الحضارة الإسلامية على الحضارة الأندلوس ده حكاية ده الأندلوس حكاية كلها فلا الحضارة الأوروبية قامت النهضة الأوروبية عندما بنوا عصر النهضة والفتاح المايكل أنجلو ديناتول كل دول خدموا بزبت أولا أنا سعيدة بوجود لك جدا بجدا أنا عادة ما ببينش ده بسأل فعلا سعيدة أشكر لحضرتك وأوعى توعدنا تكون معنا كل فترة إن شاء الله هذا جزء والجزء الثاني أنه بنحلم أنه من خلال وزارة الثقافة ومن خلال وزارة السياحة والأثار أنه يتعامل تاكيج كده رحلات نقول دينية نقول روحانية لأخواتنا العرب في كل مكان يجوا ويعمل تعملهم جولة في بعض الأماكن المنطقة يعني يقولي كده إيه الأماكن اللي ممكن تتحط ويتبقى بنختمها بيعني الندوة الثقافية مع دكتور جميل بس لو تعمل التاكيج كده تعملنا عايزين نعمل رحلة لمودي تاكيج 4 ايام في رمضان ممكن تبقى إيه المساجد اللي يروحوها يبقى فيها تراويح يبقى فيها صلاة مغرب يبقى بص حضرتك الأماكن المعتادة الجميلة بس عايزين أماكن قريبة من بعد عشان سهولة الانتقال قريبة من بعد هيبقى منطقة القاهرة الفاطمية كلها لأن هي إيه كيلو في كيلو وهنقدر نمشيها كيلو في كيلو من الحاكم لغاية المعيز مفيش إزعاجات فيش دوشة مفيش زحمة إطلاقا الحمد لله والطرق ممهدة يعني كفاية شرع المعزز دلوقتي احنا بنمشي فيه بكل سهولة وأمان عن الأول خالص أه طبعا أنا أقول القاهرة الفاطمية و لما أقول القاهرة الفاطمية اللي هي الحيز اللي داخل الأصوار اللي هي من أول باب النصر اللي باب الفتوح شاملة بقى من جمع الحاكم مجموعة ألوان و كل جوامع اللي هناك للمؤاتيك و نختم و المرة بقى يروح الفسطات و يخش و كمان يمشي المدحة الفسطات بقى ده هيبقى إن شاء الله مدحة في الحضارة و بعد صلوات التروح نوعد على الأهوة الجميلة بس تبقى فيها بقى السحلب و الحاجات الحلوة و دو حلوة دلوقتي الحمد لله أنا أشكرك شكرا جزيلا و ورطنا و أسعدتنا و كل سال و حضرتك طيب و حضرتك طيب و السادة المساعدين بخير يا رب كان معنا دكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار الإسلامية جمعة القاهرة و نشكرا جزيلا كتحلقة أنا استمتعت بها جدا رغم كم الأسامي أنا إن شاء الله ستنزل لينك و حاوض أحفظ الأسامي فأشكركم و شكرا بالحلقة الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة